توليد الكهرباء بهذا الحي في بويناني يعتمد على محرك يدوي نظام التدفئة يعتمد على قوارير الغاز هذا ما حصل عليه المستفيدون من سكنة عدل بعد انتظار دام عشرين سنة مشاكل السكان الذين استلموا مفاتيح شققهم منذ قرابة الخمسة أشهر لا تقتصر على الكهرباء والغاز بل تمتد لجفاف الحنفيات ما يجبرهم على اقتناء صهريج المياه كل أسبوع اعادة ترميم وتأهيل للشقق من جديد عملية مرهقة ومكلفة ماليا بالنسبة للمستفيدين بعد اكتشاف مخالفات بالجملة في تشييد البنايات كنت ايضا بلاتقع مية شو أخو يطعها واحدة وقع كيف احبي تسكن تحديده هنا تخلي التكعلي حدره أخو شو ما كان ويلو أخو ما كان ويلو أخو مية واحدة أخو تمت صحتها شو أخو هالي خدمة أخو هالي رضيال موقع بونان من بين أكبر مواقع عدل وطنيا مشاكله لا منتهية تقنية وحتى أمنية فأقرب مركز للشرطة يقع ببلدية بوفريك أو الصمعة ما شجها عصابات السرقة على الاستلاء على الشقق أو السيارات فهل من مسؤول يسمع نداء هؤلاء؟